السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم طاهر الزير وهذه قناتي على اليوتيوب سبق وحكيت هنا على هذا القناة عن الإقامة الدائمة نزل فيديوهين سويت فيديوهين اثنين الأول كنت أحكي فيه عن كيف ومين بيستطيع التعديم على الإقامة الدائمة ورح حط الرابط تحت بالdescription إذا بتحب تتفرجها عليه أهلا وفعلها أما الفيديو الثاني شاركت معكم طريقة التقديم على الإقامة الدائمة كنت وقت أعبي أنا لنفسي مباشر على الإقامة الدائمة لقيتوا إقامة اللجوء انتهت وشاركت الطريقة معكم يعني كان الفيديو الثاني بيخص اللاجئين فقط يعني طريقة التقديم كانت بتخص بس اللاجئين الآن هلأ وصلني إيميل أنه أحجز للموعد وهلأ رح شاركت طريقة معكم حجز الموعد كيف أحجز الموعد وبدي شارك معكم كيف أرفع الأوراق أونلاين طريقة التصوير كيف تصوير الأوراق كيف تصويرهم سكان لأنتم إذا لم تصويرهم سكان و لم ترفعهم أونلاين رح تطر أخذ الأوراق معي إلى هناك على الأوفيس أنا هيك هيك رح أخذ الأوراق معي على الأوفيس على مكان الموعد ولكن بيختلف على نوعين الأول إذا هلأ سووا لي سكان ونزلوا لي أونلاين رح يأخذوا مني 50 باوند طبعا هلأ رح تشوفهم عندامنا بس نلمشي بالفيديو شوي ونشوف كل شي بالتفصيل من شاء ما نتفع 50 باوند رح ألمكم طريقة كيف نصورهم ونقلبهم كصورة نقلبها كPDF من التليفون طبعا ما بدنا لا سكانر ولا طابعة ولا أي شيء من التليفون وبعدين مننزلهم أونلاين وفيه شغلي كمان أنا زاويت غلط وقت قدم الطلب ما كنت بعرفوا واحد من الشباب خبرني عليه وهلأ أنا رح تسوي رسالة حطوا مع الأوراق وإن شاء الله مروا على الموعد بنقدهم للهوم أوفيس بس قبل ما نبدأ إذا بيهمك هيك مواضيع والعمل والدراسة هنا في بريطانيا أو الحياة في بريطانيا بشكل عام يبقى لازم تشترك معي بالقناة وتفعل زر الدرس لأيوصلك كل جديد خلينا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أول شي خلينا نبدأ هلا بحجز الموعد بعد ما يوصل إلى الإيميل بتسوي ساين إن وتدخل على موقع سوبر إستيريا سأضعنا بوك أبويتمنت تحت بوك أبويتمنت هنا منحط البوث كود طبعا البوث كود هنا حطيته بيطلع لك أقرب مركز لبيتك أنا حطيته هنا أحرف كانت صغيري ما كان يقبله يجب أن تحطوا بك أحرف كبيري حتى يتعرف على البوث كود هذا أول مركز طلع لياه هنا غلاسكو كورسيرفيس بوينت هذا أقرب مركز لليه طبعا أنا هنا الأيام دخلت قبل هالله لقيت كلته بمصاري كله ما في غير آخر يوم 10-8 هذا عندي في ثلاث مواعد فري لك واحد اثنين ثلاثة والباقي كلها تم مصاري 220 باوند هاي بوكم بويتمنت هنا اكسترا سيرفس أول شغلي لك إذا بير برسم بالشخص 51 باوند 49.99 هذا إذا بسأولي سكان للأوراق وهنا إذا بدي سأولي دبل شيك للأوراق لا عفوا للمسج هنا إذا بدي مترجم 64 باوند طبعا إذا بديك بتضيف وبتحط اللغة وبتضيف هنا وبعدين بالأخير بتدفع بس أنا بدي أخذ كلها تفرية لا بدي مترجم ولا بدي سكان ولا بدي دبل شيك للأوراق ولا بدي رسالة منهم بدي أنا أحدز هايك مجانا مثل ما هو هنا بسأول دبل شيك للأوراق وتاريخ ميلادي والموعد ورقم الموعد ومجانا وغير موجانا وإذا هنا في أي additional request أي مطالب زيادة أنت بتحب تضيفها بدك إياها بتكتب لهم إياها وبعدين بتسأول تكتل البوكس هذا وبتسأول له بوك الابويتمين بعد ما سأولنا بوك الابويتمين هنا بيوصلنا ايميل confirmation email ايميل تثبيت نروح على الاميل منشوف الاميل نحنا أنه وصلنا ولا لا طبعا إذا ما وصلك بنفس الدايئة بيوصلك هيك دقائق بعدها وهذا ال confirmation email بيقول لك أنت تم حجز الموعد بنجاح وهذه مع علوماتك ولازم حصريا في ملفين PDF تحت لازم تحملهم وتطبعهم وتاخدهم معك على الموعد ما لازم ما لازم تجي بدون لازم تاخدهم معك هذول هني تحت آخر الاميل هذول هني ملفين سأولهم تنزيل واحد وهذا اثنين سأولهم تنزيل هذول ملفين طبعا ملف لألي وملف لأبني خالد طبعا أنت مثلا عائلتك خمس أشخاص كل واحد له ملف يكون عنده خمس ملفات خمس أوراق يعني خمس مواعد طبعا تحجز موعد أنت بتدخل وتحجز موعد هني هذا الموعد لألك مثلا لأولادك زوجتك وأولادك خلا أنا حجزة موعد واحد automatic يعني تلقائيا الرفرانس نمبر تبعا عملي وحجزة موعد لا ما ممشي الحال هلأ خلينا ننتقل على الأوراق شو هي الأوراق يلي أنا قدمتها أول شغلة أنا بحب نبه وبخبر أنه هذا الأوراق مش أنه هني طالبين كونبوساري يعني إجباري يعني ما عندك ياهن بلا أدم غير هذي خيارية وأنا يلي كمان أنا طوعت وضفت أوراق من عندي يعني أنا ما بدي يخلي الملف عندي ناقص ولا بدي يخلي عندهم أي حج يجيني رفض أنا بذكر وأنا سويت طلب فيزا لزوجتي باوز فيزا أدمت أوراق واتحطيتهم على الميزين عند البريد وشان أبعتها لزوجتي تقريبا أخذ رسوم البريد لوزن 2 كيلو بس الوزن كم هو بالضبط ما أعرف من كيلو ونص لكليين مهم أخذ الرسوم تبع الأوراق لتنين كيلو هيك المهم أنا اللي قدمته هنا أول شغليت ترافل دوكومينت بعد رزين دين بيرمنت هذا البطاقة ودرايفر لايسنس هذول ثلاث شغلات وبعد ثرت أنا أشو قدمت أوراق من 2015 جيت هنا على بريطانيا لل2020 بكل سنة قدمت ورقتين ثلاثة cancel tax أوراق home office أوراق من college أوراق من SMRC الضرائب التي دفعتها لم يستغلت بهذا البلد كل الضرائب دفعتها لكي يروني أنه أنا مجتهد وشغل في هذا البلد وقدمت لهم وقدمت أوراق المهم ساويت cover لل5 سنوات غطيت الخمس سنوات كلها أعتقدت لهم أنه أنا بالبلد خمس سنوات هنا أول هنا قدمت لهم ورقة 1 في هذا البلد شهر 5 8 5 تقريبا المهم أول ورقة أجتني 1 ستة 2015 وثاني ورقة 9 6 2015 أنه هذا الورقة بتقولك في عندك انترفيو 8 5 قدمت على اللجوء ودخلت على البلد مباشرة ثاني 1 ستة يعطونا بيت 9 6 تأخو ساوي انترفيو بعد 9 أيام 2 7 أجتني لقامي 9 6 رحت إنترفيو 2 7 أجتني الإقامة يعني ما في بيناتهم شهر شهر ما في شغلت 23 يوم الحمد لله كان كيس كثير قوي وبعدين ساويت هنا ناشر انشراس ننبر هذا الوقت كان 8 7 وهنا انتقلت على البيت الجديد 13 6 13 6 2016 وبعدنا من هذا البيت بهذا البيت معنا هو قوي اللي قاعد فيه أنا حاليا هو نفسه إلى الآن إلى زمان هذا صلي 4 2 في أيو أنا بعد نعيش بهذا نفس البيت وقدمت شهادات التي درست هنا سكوتش كواليفيكيشن أثوريتي SQA كل شيء قدمتم من 2015 إلى 2019 أي كل الكورسات التي قدمت شهادة أجتني من SQA بكتوب علي كل الكورسات التي قدمت وشهادات طبعا تواريخهم يعني هذا كان صار بروف قوي وكان صل تاكس في 2017 2018 هنا أشمار C في 2017 2018 ال B45 و B45 1 A و Part 3 هنا هي كانت في 2017 وهذا شهادة السيكوريتي وقد سألت كورس سيكوريتي كانت في 2017 هنا الرفرنس من جلاسكو كلفين كوليج وقدمت أنا للسيكوريتي جبت رفرنس قدمت كمان في 2017 كان تاريخ 2017 غير صهل فقط قدمت وقدمت سكوتلاند سكوتلاند هي مثل الحكم عليه غير محكومي غير مطلوبة طبعا أنا طلعت هذا من 2017 خرصة مدت هي مدت 6 أشهر بعد ما تطلع أنا طلعت من السيكوريتي وقدمت بالأورا أنا فقط من هذا سبب التاريخ وكانسل تاكس في 2018 2016 لو تلاحظوا هنا أشه ساويت ساويت كفر كل سنة بسنة كل سنة بسنة لحد تميت لـ 2020 لهنا كل سنة بسنة قدمت 3-4 أورا ما قدمت ولا Bank Statement طبعا وشرط يعني مدام قدمت هدول الأورا ما في داعي Bank Statement شي بيشيل شي وهنا أوراق لعبني خالد طاهر الزير document بطاعته شهادة ميلاد وهنا ورقة من الhome office رسالة من الhome office بتقول أنه مبروك امتحاصات على قامة اللجوء هنا في بريطانيا لأبني تمام هدول الشغلي هدول الأوراق يلي بدي أدبن حتى هدول اللي أنا رقمت هك كمان أنا هدول بدي أطبع منشان نسألون مثل الفهرس حطهم فوق بالمقدمة ورح اكتب هنا رح اكتب رسالة كمان هنا رقم واحد لأحط تحت هذا مباشرة هدول 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 أرفع الأرقام لفوق اكتب لأنه أنا رح أقدم رسالة حطها هنا على الوجه مباشرة الرسالة هي رح ضمن فيها هدول 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 نرجع من عيدة سوا خلينا نشوف ها انا ستطلعنا 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 ومثل ستطلعنا انا ستطلعنا ستطلعنا عن أي absolutely or conditional discharges you have received for an offense ستطلعنا هذا save and continue you driving offense you must tell us about fixed penalty notice speeding or parking ticket if you have received three or more if you received a fixed penalty notice but didn't pay the fine and there was a criminal proceeding result in conviction tell us here هذا الحكي بيحكي انه انت لازم تقدم اي مخلافات ساويتها مدفوعة وغير مدفوعة مثال على ذلك bus line parking ticket اي اتكان يكون تمام انا هذا ما عطيت الله خبر يعني هني قالوا اذا عندك ثلاثة وما فوق اي انا عندي سبعة تقريبا وانا بصة حتى لو عندك واحد اكتبوه دفعت بوقت بتقول انا دفعت بوقت وما دفعت بوقت وصار عليك محكمي بتقول ان انا ما دفعت بوقت وصار عليك محكمي وإلى آخر المهم هدول السبعة طبعا كلتهم جلاسيكو باركين جلاسيكو باركين جلاسيكو باركين هدول ليس باركين مش مخالفات باركين هدول كانوا مختلط بين باركين وباص لين بس الوقت انا اتبع خلال التليفون من عن اون لين قصة واحد ياخد انه هي جلاسيكو باركين وانا نسيانة حتى نسيانة التواريخ بشو ساويت رحت عن بان اتبع ولكن ما انا اتذكر الوقت في الضبط ولكن دفعت المخالفات كلها في وقت بعد المخالفة ما توصلني بيومين او ثلاثة دفعت هدول المخالفة هدول 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 التواريخ هدول يلي خرجوا المصاري من حساب البنك وقت دفعت المخالفة وقت خرجت المخالفة المبلغ من حساب البنك هدول التواريخ يلي خرجوا فيه وكلتهم متفوع وهدول المخالفات كنت غير مستقصد انه انا ساوي هو بس مجرد غلط انا ما كنت نيو درايفر كنت سائق جديد وما بعرف الستي سنتر ادخل بباص لاين دخل بباص لاين بالغلط مرتين ثلاثة وباقي الباركينج كنت ادي في اعتكيت ومتأخر 5 داية 10 داية وعجل الشرطة وخالفني لانتو كنت متأخر 5 داية 10 داية وما كنت متبع الوقت بس هيك رح اكتب لهم يعني رح وضح لهم ما صغير ساوي حيلي كيوت يعني ما العلاقة في المخالفات مظلوم الوقت ونحن نتحدث عن الأوراق الأوراق هنا بسهولة أول شيء من هنا متجر بلاي ندخل على متجر بلاي نكتب هنا Office Lens هذا هو Office Lens PDF Scanner هذا هو انا حملته طبعا فتحه لا بدأ افتحه مثلا خلنا نقول هنا هذا Travel Document تمام صور هكذا هنا اشيب ساوي بوكبوس هذا فوق محل ما محطوط هنا تحديد هذا القص اطلع لهذا بحطه هنا على الزوايا بوكبس له ما تأكيد ما تطلع عليه هكذا هنا بقول له فيه تم خلاص خلصت او بحط أضيف جديد تحت لك أضيف جديد يعني نضيف كمان تمام بدخل علي بحطه هنا تحديد باخد له هنا على الزاوية هذه باخد على الزاوية كمان بعدين نزل تحت على الزاوية وهي بنزلها على هذه الزاوية وبساوي لها حفظ تأكيد ليش ما تصير محلاها هيك بصير مي بالمي كل الأوراق هيك طبعا الأوراق بيأكل معك تقريبا نص ساعة أنا أكل معي أوراقي نص ساعة تعريبا لا تشفدك تساوي لا حول ولا قوة الا بالله الناس كلها تمسكرا لا يمكنك تساوي سكان بسهولة يعني وهيك بها الحالي إذا أنت ساويت تصوير و ساويت لهم سكان و محولتهم بي دي اف هيك بتوفر علي 50 باوند للشخص الواحد يعني أنت و زوجتك و أربع خمس أولاد ما شاء الله يعني شغال 350 باوند 400 باوند بعد ما نخلص التحميل ندخل على الموقع مباشرة نساوي له upload و خلاص مثل ما شرحت بالفيديو السابق بنهاية الفيديو السابق طبعا مش ببدايته وهيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم إذا عجبك الفيديو لا تنساني بلايك و إذا ما لك مشترك معي بالقناة يتعدني اشتراكك و إذا بتعرف حدي من أصحابك عم يعبي على الإقامة الدائمة شارك هذا الفيديو معه من شان يتعمل الفائدي والناس كلا تستفيد طبعا أنا هذي مش نصيحة قانوني هذي تجربتي شخصية والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اتذروني في فيديو جديد Bye now اشتركوا في القناة